في إسبانيا عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع ظهور الأول لمهاجم برشلونة الجديد لوي سواريز في صوف النادي الكاتروني سواريز سيشارك لبعض الوقت في مباراة فريقه الودية من نادي ليون المكسيكي في ملعب كامبرو وسيكون هذا هو ظهور الأول للعب الأوروغياني ضمن فريق برشلونة وقد تكون الفرصة مهيئة لظهور الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز معا في لقاء اليوم نمار المصاب الظهر شارك في تدريبات الفريق بصورة الشيل لقدرته على اللعب لبعض الوقت فيما سواريز كان قد تلقى تخفيضا جزئيا لعقوبة الإيقاف لأربع تشهر يسمح له بالتدريب وخوض المباريات الودية كلنا على دراية بقضية سواريز انتهى الأمر ونعرف بالتحديد متى سيكون بإمكانه مساعدتنا الفريق قوي وصل بما فيه الكفاية لمواجهة الدوري والشامبيونز ليغ ومهما يكون فإننا نريد التركيز عما لدينا الآن وعن لعبنا القادرين على إعطاء الإضافة أما بقيتهم بما فيهم سواريز فنطمح لاندماجهم في القريب العاجل الوضع لا يؤثر فينا أبدا نحن جاهزون وستكتمل معدلات اللياقة في بداية الموسم ولكننا في وضعية جيدة لمواجهة المباريات الأولى أنا متأكد من هذا لأننا مستعدون لذلك ميسي أفضل لاعب في العالم لا شك في هذا بعد أن رأيته في التدريبات أقول أنا تفاجأت بما يمكنه أن يقدم لنا كلاعب وسنلعب كفريق مع العلم أن لدينا أفضل لاعبين في العالم ولكننا في الأخير فريق وهذا ما يساعد كل فرد في الفريق فيما يتعلق بميسي فلديه الحرية لتحرك في أي وضعية هجومية يريدها كل لعبين هدفهم واحد هو اللعب بشكل جيد وإمتاع الجمهور وأهم من هذا تحقيق الفوز